وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن عدد الضحايا اللبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية مرتفع للغاية وأنه يأمل أن تقلس إسرائيل ضرباتها خصوصا في بيروت وما حولها نفس الشيء الذي قلته عن غزة أقوله بشأن لبنان عدد الضحايا والإصابات بين المدنيين مرتفع للغاية نود أن تقلس إسرائيل بعض الضربات التي تشنها خاصة في بيروت وما حولها ونود أن نرى الأمور تنتقل إلى نوع من المفاوضات تسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم وهذه هي النقطة التي سأواصل طرحها مع الوزير يؤاف جالنت